أشهر طبيعات سوف تتفقون وإن السفنج عليهم وصفة ناجحة ونحق لديهم وصفة ناجحة أشهر مية سوف تفعل مية كما أحبته كيس الماء يكون دافي و 2 كيس سميد يكون أرقيق يجب أن يكون نوعية جيدة يجب أن يكون نوعية جيدة نعود لكم المقادر لكي تفهموا كيس الماء يكون دافي ملعقة قمية حتى أخميرة الخبز 8 غرامة أخلط السوائل في السوائل تقدروا ملعقة عصيرة السكر والعسل اختيارة للتحمير ثم نحن رغب طبئة و 2 كيس سميد يجب أن يكون نوعية جيدة أخلط بالبغاميكسر سأعجن العجينة خليتهم اختمروا تفعل هذه الخميرة ثم لميتها بالفارينة لا يجب أن يبسوا لا يجب أن يبسوا الملح اختمروا الكمية التي يجب أن تأكل الملح يجب أن تأكل الملح اختمروا ثم اختمروا 35 غرام 30 غرام وزنت غير بعينية ونضيفهم لا يجب أن نضيفهم في مقلاء ونضيفهم في العلبة نضيفهم نضيفهم ونضيفهم بعد مدهن الصينية ونضيفهم 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 أخرج يجب عليك التقليل أخذ المصنع أخذ المصنع يمكنك التقليل على المصنع نحن نقوم بسيطة ونقوم بإمكانك المصنع تقلب نقلبها على وجه لن تقرميشها انا اخليت لكم الفيديو هنا هنا انا اخليتها لن تقرميها لن تقرميها لن تقرميها على نار لن تطلق الريحة يدخلوا في الزيت في البنية لن تقرميها لن تقرميها لن تقرميها ون تقرميها من هذا الطريق اكمل الكمية لن تقرميها كمية هذه المناسبة لن تضيف وزيت حول الزيت ولم تقرميها وشكل واحد وششبه ولم تقرميها وهذا يبنيتها اليوم يوجد وقفة يحمرون الوجه يدفعون السفنج ينحون نصف ينصف التقديم سكر حبيبة تقديم اختياري اختياري وصفة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في وصفة وحدها ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة